حسام عشور يعني حسام عشور بصراحة في الفترة الأخيرة تصريحاته كتيرة وأنا واحد من الناس هقوله كأخي حسام عشور أنا أتشرف أننا لعبنا مع بعض كان لسه صاعد وكان يمكن لعب في فترات كتيرة جدا معايا حسام عشور فيه نوعاتها جماعة لما تيجي تصرح بتقدر توصل المعلومة كويس يعني بتوصل المعلومة بتقدر تخلي الناس ما تزعلش منها بتقدر تخلي الناس تحاول يوصل للناس كلام طبيعي كلام عقلاني كلام ما يزعلش حد كلام ممكن ناس تختلف عليه بس في الأول آخر ما تزعلش منه حسام عشور كل ما بيظهر في برنامج لازم الناس تزعل منه حسام عشور من اللعيبة الكويسة جدا من اللعيبة اللي أخلصت للنادي الأهلي من اللعيبة اللي شالت بطولات مع النادي الأهلي وكان ليه رصيد كبير جدا مع جمهور النادي الأهلي تصريحاته مع كابتن أحمد شبير أنا بقول إن معظم تصريحاته هي ضرته حسام أنت نجم كبير أنت كابتن النادي الأهلي بس أنا شايف إن تصريحات بتاعتك بتدرك أكتر يعني شفت لك كم تصريح بصراحة وحابب إن أنا أتكلم يعني يعني معرفش هو دايما حسام حاسس إن هو تظلم لأ أنا أقول لك على حاجة يا كابتن حسام أنت ما تظلمتش يعني أنت ما تظلمتش خالص على فكرة النادي الأهلي في حد آخر اللحظة والله العظيم يا جماعة أنا كان نفسي المعاملة اللي النادي الأهلي تعملها مع الناس سواء مع رمضان صبحي أو مع مع حسام عشور أو مع اللعبة كلها اللي كانت موجودة أو أحمد فتحي أو عبدالله السعيد كنت بتمنى أن ناخد يعني ربع المعاملة اللي أنا شفتها معكم دي بصراحة يعني النادي الأهلي بصراحة بمجلس الإدارة قدركوا تأدير بجماهير تأدير غير طبيعي يعني أولاً كابتن حسام أنت ما تظلمتش تلحد آخر لحظة إدارة النادي الأهلي قاعدت معاك إدارة النادي الأهلي اتفقت معاك أن أنت هيعملوا لك ماتش اعتزال رغم أن ما كانش فيه جماهير في الوقت ده وحبوا أن هما يتعاملوا معاك على يعملوا لك ماتش اعتزال سواء بقى مثلاً يتعامل في الإمارات سواء يتعامل في السعودية المهمك كانت الأمور كلها كان الاتجاه كده حتى لدرجة أن هما وعدوك أن أنت هتبقى في مجلس أنا آسف في قطاع الناشئين أو هتبقى في الإدارة يعني حاجات من الآخر أي لعيب بيبطل كقائد فرقة وكاسم عمل تاريخ مع النادي الأهلي وأنا بقول لك يا جماعة النادي الأهلي دايماً بيحافظ على يعني اللعيب اللي عمل تاريخ وأخلص للنادي الأهلي النادي الأهلي عمره ما بيتخلى عنه بالعكس دايماً بيوفروا له كل حاجة وزي ما بيتقال كده ناحية تقديرية أنت حصل موقف معاك دخلت في أزمة مع مجلس الإدارة دخلت الجماهير زعلة بقى عليك غضب بقت الناس أنا بقول لك أنت ما تظلمتش أنت اللي تظلمت نفسك على فكرة يعني أنا بقول لك يعني ما لأنا أعمل إيه بقى يعني أنا أقول يعني أنا واحد من الناس لحد آخر لحظة قبل ما مش عشان الناس ما تقولش ما أنت مشيت من الأهلي يا جماعة والله العظيم الحمد لله والإدارة تعلم تماماً أنا مشيت من النادي الأهلي غصبة عندي مشيت من النادي الأهلي لحد آخر لحظة وكلمت في المدد أكتر من كذا مرة بسبب أن أنا مش عايز أمشي عاد تكلمهم أن أنا مش عايز أمشي أنا كان نفسي أن أنا لأي المعاملة دي زي ما أتعامله مع مع الأسماء اللي أنا ذكرتها فالموضوع عشان برضو الناس ما تخشش تقول لك يا سين أنت برضو عايز حاجة والله أنا ما عايز حاجة من النادي الأهلي ولا طالب أن أنا أبقى في منصب ولا طالب أن أنا في النشئين ولا طالب إن أنا في إقدارة ولا طالب إن أنا في الجهاز فأنا الحمد لله راضي إن أنا صلحت علاقتي مع جمهور النادي الاهلي وصلحت علاقتي مع دارة النادي الاهلي إنهم يعلموا تماما إن أنا فعلا مش أقول لتظلمت آه كان علي كلام كتير جدا وكان فيه أخطاء كتير جدا مني بس عارفين إن أنا محب للنادي الاهلي وعاشق لكيان النادي الاهلي فيا حسام ما تقولش أنا عايز أبقى موجود وتجيب تذكر اسم إمام عشور اولا امام عشور لعيب من لعيبة الكويسة وانت يعني بعيد مع احترام الامكانات بتاعتك مختلفة عن امام عشور امام عشور موضوعه مختلف تماما امام عشور لعيب صغير امكاناته عالية جدا لعيب موهوب عنده امكانات لانه جماعة مش ممكن ان حد يجي يتكلم يعني انا دلوقتي مثلا الحمد لله علاقتي مع النادي الاهل يتصلح هل ينفع ان انا اتكلم مثلا في حاجة زي كده ما ينفعش دايما تلعب على حاجة تخلي الناس تزعل منك ما تكرنش نفسك بموقف حد كل واحد كل واحد ليه الطريقة بتاعته ليه الكيان بتاعه ليه الشخصية بتاعته امام عشور من اللعيبة الكويسة من امام عشور من اللعيبة الصغيرة امام عشور لعيب محترم يعني من الاخر لعيب جاي يفيد النادي الاهلي فالموضوع يا جماعة مش كل حد يبقى كان فيه خلاف ثم متكلم على تحاول تلعب بحتة ايه اصل امام عشور امام عشور يا جماعة لعيب كويس امام عشور ملعيب صغير امام عشور اعلى كواليتي موجود في الكرة المصرية امام عشور اذا الموهبة بتاعته هي اللي اكبرت النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي او خلت النادي الاهلي ان هم يتعقدوا معاه ويبقى موجود لان هم اللعيبة الكويسة يا جماعة اللعيب ده مش موجود منه في مصر دلوقتي انا بقول لكم بصراحة رغم ان ده مش لسه مستوى امام عشور اللي انا اعرفه بس بقول لكم الإمكانيات بتاعته مش الإمكانيات اللي موجودة يعني إمام عشور مع احترامي إمكانياته مختلفة عن حسام عشور تماما يعني فهتمنى أن الموضوع ده نبعد شوية موضوع إمام عشور مش كل حاجة جماعة تحصل يتألى إمام عشور أنت الإدارة حب أنها تتعامل معاك الإدارة حب أنها تخليك تبقى موجود في الجهاز الفني موجودة في الإدارة الفنية موجودة في قتاع الناشئين مسؤول أيا كان فده شغل إدارة عشان كده بقول لك يا حسام أو يا كابتن حسام حاول قلل تصرحتك شوي تصرحتك بتزعل منك الناس تصرحتك مش موفقة تصرحتك بتخلي الناس تزعل منك أكتر دايما خلاص يعني في فترات حسيت أن العلاقة ما بينك وبين الألي بقت أحسن ما تقعدش تدوس بقى أنا بقولك كنصيحة من أخ كبير أو كابتنك يعني ما تقعدش تدوس عشان لما بتقعد تدوس كتير بتقلب ضدك بتبقى ضدك بتخلي الناس تزعل منك لأن في الأول آخر إدارة النادي الأهلي بتفكر في مصلحة النادي الأهلي جماهير بتفكر في مصلحة النادي الأهلي ما بتفرقش معهم أسماء ما بتفرقش أسماء مهما كان الموقف كل واحد بموقفه مختلف عن التاني إمام عشور مختلف عن إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد مختلف عن حسام عشور أيا كان بقى كل واحد ليه لمواقفه موقفه مختلف عن كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم فكل واحد دي مواقف مر بيها احنا ما تعملناش بالشكل اللي انت اتعملت به فاتمنى ان انت توقف تصريحاتك اتمنى ان انت تقلل زهورك الناس بتحبك الناس عارفة ان انت اسم كبير وتاريخ كبير جدا بس ما تقعدش تضغط ما تقعدش تضغط على الادارة الناس تقول لك اسمعنا وتلاقي بقى الجمهور المنافس يوم متكلم ويقول لك اه فعلا مش مانع سمحة شوما ده افصل انت انت كابتن كنت كابتن النادي الاهلي خلاص دي حاجة بقى بتاعت ادارة حاجة بتاعت جمهورية في الاول اخر النادي الاهلي والادارة بتفكر في مصلحيتها فده اللي انا بس حبيت اعلق عليه لان فعلا تصريحاته في الفترة الاخيرة ضده تصريحاته تزعل تصريحاته وانا واحد من الناس لو مسؤول في ادارة النادي الاهلي مش هخليك تبقى موجود مش هتبقى موجود فهم ما تقعدش تضغط علي لان برضو الادارة عندها ضغط الجمهور عليه ضغط الجهاز الفني عليه ضغط فما تقعدش تضغط على الناس اكتر من كده وحاول تعمل لنفسك كيان شوي زي ما بتاكده غلي نفسك خلاص انت صلحت علاقتك مع الجمهور في الاول اخر الرؤية للجهاز الفني الرؤية للمجلس الادارة هي اللي تشوف هل هم النادي الاهلة هيستفاد بيك ما هو مش عشان انت بتضغط علي اجيبك امسكك اي حاجة ففي الاخر هتضر ما فيه ناس ما فيه كوادر تانية ممكن ليه حق انها تمسك في النادي الاهلة كوادر تبقى موجودة كابتن وليد سليمان ما مسك في قطاع الناشئين بقى مسؤول قطاع الناشئين هي كده دي هي دي الكورة فاتمنى ان انت توقف تصريحتك لان تصريحتك مدرة